ده شخص مديون للبنك وعليه قصات متأخرة وحبيبته ثابته فقد الأمل في الحقيقة علشان كده قرر ينتحر رمى نفسه من على الكبري في النهر لما فاء لقى نفسه على الشط عرف انه فاشل حتى في الانتحار قرر يروح مبنى عالي عشان يرمي نفسه من فوق بيلف في المكان مش لاقي مخرج بعد كده رجل نفس النقطة عرف انه على جزيرة مهجورة تحت الكبري الشخص اللي كان بيفقر ينتحر مش قادر يعيش لوحده بيحاول بكل الطرق ينقذ نفسه بس مفيش فايدة سمع صوت باخيرة بيلفت نظرهم لكن اللي عليها في تقروب يحييهم حاول يتصل بالطوارئ طبعا ما صدقهوش ان في كزيرة مهجورة في مدان مليان الناس بالشكل ده بيحاول يتصل بأي حد لكن للأسف البطارية بتاعته خلصت رغم انه بيعرفش يعوم قرر ينزل النهر بس فشل وده خلاه يفتكر كل لحظات الفشل في حياته بداية من مقارنة بابا بأصحابه اللي أحسن منه وبعدين فشلوا في كل وظيفة يتقدم ليها علشان يشتغل وكمان فشلوا في علاقته مع صحبته بسبب انه فقير وعاجز عن حل كل مشاكله وقدام عينيه العروض اليومية للقروض من البنوك اللي ما بيقدرش يدفع قصتها اعترف لنفسه النغابي وحتى لو خرج من هنا مفيش فايدة مفيش حاجة تتغير حاول ينتحر بس مقدرش وتراجع لقى زهرة فيها عسل وان الدنيا فيها لسه حاجات حلوة بس هو ما شافهاش والزهرة الزغيرة اللي اديت له أمل في الحياة من جديد علشان كده مش حيموت نفسه حاول يتعايش على الجزيرة شرب من نهر وبدأ يأكل من الأشجار بس موضوع النهر كان صعب عليه والولاعة اللي كانت معاه كانت أسهل العالم زحمة قدامه هو موجود ومش محتاج أي بطاقات بنكية ولا فلوس ولا غيره الدنيا عنده أبسط مما هو يتصور بياكل ببلاش سمك من نهر وطيور من على الشجر وينام الشاي الهم للدنيا وعايش على حد تعبيره الملل المثالي دي بنت واختارت برادتها الوحدة عكسه تماما من 3 سنين بعد ما تحرق وشها قررت ما تطلعش من قدتها في بيت أهلها عايش حياة وهمية على الإنترنت من لبس وشكل ومكياش عكس شخصيتها وشكلها بتخدع متابعيها وطبعا نفسها وحتى صورة بنت حلوة على صفحتها ومخبية شكلها الحقيقي قدتها عبارة عن مقلب زبالة وسريرها جوه الدولاب بتاكل أكل معلب هي ما شافتش الدنيا بره قدتها من 3 سنين بتروح الحمام لما البيت يكون فاضي وترجع تاني تقفل على نفسها بعد ما تخلص شغلها على الإنترنت بتمارس هويتها المفضلة بتشوف النجوم من الشباك وبالليل بتغصب نفسها على النوم جوه الدولاب وفي يوم تدريب الدفاع المدني اللي بيجي مرتين في السنة وده اليوم الوحيد اللي بتفتح فيه الشباك للشمس علشان كل الشوارع إجباري بتتوقف المرور والناس وكل الحياة بأمر من الدولة وهو الوقت اللي بترتاح فيه لأنها بتحس ان كل الناس زيها حياتهم وقفة والشوارع فاضية وهي بترائب اتفاجأت بشخصها على الجزيرة بيحاول يشد نفسه اتفزعت وقفلت السطارة ودخلت جوه الدولاب وبعد كده لما فتحت لقيته لسه عايش وبيتحرك بدأت رقبه نهار وليل هي الوحيدة اللي عارفة وجوده على الجزيرة ولقيته كاتب كلمة النجدة على الرملة تمنت ان يغيرها لكلمة مرحبا بدأت عايش على الجزيرة ويمارس يومه بشكل طبيعي لما شاف بخير المرة دي استخبأ لأنه اختار الحياة البسيطة لما فيهاش تعقيد وهو بيدور على اي حاجة على الجزيرة يقدر يستخدمها لقى عبوة فاضية الفصولية الصودة بالمكارونة جواها الخلطة بتاعتها هو كان مرة في حياته رفض الأكلة دلوقتي يتمني يأكلها بيحاول يلم أعشاب علشان يعمل وقبته بس كل مرة بيفشل ويرجع يأكل سمك تاني كان حياكل الخلطة وخلاص بس استعجيه لو هيخسروا وقبة كاملة هتكون ممتع أكتر هو تعلم انه ما يستعجج لما شاف فضلات الحمام فهم اللي بيخلي المكارونة متماسكة هي الحبوب الدرة لو زرعها فعلا زرع حبة من الدرة وكان الموضوع صعب عليه بس الأمل هو اللي بيخليه يشتغل بجد شهور عدت والبنت بترقبه بتصور كل لحظة في يومه قررت تخرج من قدتها مرة واحدة بس علشان تبعت له رسالة فعلا خرجت وراحت على النهر ورامت إزازة جواها رسالة بس فات ثلاث شهور على ما لقى الرسالة والصبح لما فتحها لقى مكتوب فيها مرحبا عرف ان في حد بيرقبه وعلشان يعرفه نلقى الرسالة غير كلمة مساعدة إلى مرحبا كده بدل ما يطلب المساعدة من الناس قبل الحياة زي ما هي ويخطوة علشان كل واحد فيهم يلاقي نفسه عرفت أخيرا انه نلقى الرسالة كانت سعيدة جدا لما شافت الإنسان اللي اختار الوحدة زيها كتب عرامل عاملة إيه فراحت علشان تديره الرسالة الجديدة واللي مكتوب فيها كويسة أشكرك بزرت الدرة اللي زراحة من فضلات الحمام لقاها بقت فرع كبير تعب له شهور تحول الحقيقة كان سعيد جدا وبيرقس من الفرح حاولت تساهل عليه الأمر واتصلت بمحل توصيل الطلبات عشان يوصل للجزيرة بعد ما دت له فلوس كتير فعلا الشاب أخد مركب ووصل للجزيرة ولما تديره الأكل عرفه ان هي بنت اللي أرسلت له طبق جاهز من الفسولة بالمكارونا اللي كان بيحلم به رفض ياخده وقاله وقل لها ان الأكل اللي بيجي بعد الأمل حيكون طعمه مختلف لما رجع لها الأكل عرفت ان الحاجات اللي بتيجي بصعوبة بتكون أجمل ولازم من الحاجات السهلة اللي ممنتعبش فيها حتى اننا ما بنحافظ عليها ودت له رسالة جديدة بتقوله فيها أنا أسفة وطلبت من مامتها تجيب لها بزور الزورة علشان تزرحها مامتها اللي ما شفتش بنتها من 3 سنين رغم انها معاها في نفس البيت كانت بتنفذ أي طلب اللي بنتها عايزاه بس كانت بتموت من الألم من فرق بنتها اللي عايشها معاها في نفس البيت بس ما بتشوفهاش قدر بالزرع اللي زرعه يعمل خلطة المكارونا واللي في الآخر بقى الطبق حط عليه أخيرا الخلطة اللي كان شايلها وأكل طبق اللي تعب فيه أرسلت رسالة جديدة بتباركله فيها بعد ما استلم رسالتها تمنى لو يقدر يكلمها في التليفون عايز يعرفها أكتر مسك تليفونه لفاصل شعن ودخال انه بيتكلم معاها بس لما شاف الأزايز الفاضية سكت علشان عارف ان الواقع لازم يعيشه صحية الصبح لقيته كاتب ليها على الرملة مين انتي ودي الخطوة الصعبة لانها هي هربانة من العالم علشان مش قادرة تواجهه بحقيقة وشها كانت هتخضعه بصورة واحدة تانية جميلة زي ما بتعمل على النت لكن مرضتش تعمل كده معاه انتظر كتير رسالتها وفي الآخر ما بقاش عايز يتكلم معاها تاني قفلت الستائر من جديد وقررت ترجع لعلامها الكاذب على الانترنت لكن اتفاجئت المتابعين عندها عرفوها انها صفحة وهمية والصورة الموجودة مش صورتها وكتبوا تعلاقات سيئة عيطت وقفلت الجهاز وقررت ترجع وحدتها من جديد بس المرة دي بشكل اسوأ هو مش عارف ليه هي وقفت رسائلها وزعلان جدا جدا قضى ليلة صعبة على الجزيرة بسبب الاعصار والرياح الشديدة اللي نهت على الزرع بتاعه امله اللي كان عايش يرعاه حاول يحمل البطة اللي بينام فيها بس فشل جي اليوم اللي الرياح اخدت منه كل حاجة علشان يرجع للصفر من جديد حتى هي ما سلمتش من الرياح رغم وجودها بين جدران قدتها بس هو حاله كان الاسوأ كان حزين لان حتى الاشياء البسيطة مش قادر يحافظ عليها هي دي الحياة اللي قلمته كتير وهو واقف على النهر سمع صوت من وراه شركة التنظيف ومعا هيئة الحماية وصلوا للجزيرة عشان ينظفوا بعد الاعصار طبعا هو مش عايز يمشي من على الجزيرة وحاور يجري منهم علشان ده بيته وارضه البنت بترقبه هي حزينة جدا عليه في الاخر مسكوه وقالوه ان دي منطقة محمية محزورة على العامة رغم انه توسل ليهم يخلوه هنا لبسوه لبسوه وطلعوه برا وصلوه على الشاطئ البنت اللي بقالها 3 سنين محد شافه وشها قررت تخرج علشان دي فرصتها الاخيرة انها تشوفه لو ضيعتها خلاص مش هتلاقيه تاني وحتواجه بشكلها المخبية عن العالم كله بس لما وصلت ما لقتلوش اي اثر في المكان ركب الاوتوبيس علشان يروح المبنى العالي عشان ينتحر رجع تاني للبداية وهو داخل جرب الكرتل اللي اعلى الجزيرة وفعلا سحب اجرة الاوتوبيس البنت لقت الاوتوبيس بس ملحقتوش كان اسرع منها عيطت لانه ضاع منها رغم انها قررت واجه الحياة هو كمان كان بيعاية بس لانه مش قادر يواجه الحياة سمعت نداء الدفاع المدني واللي البلد كله بتقف فيه وده كان اول يوم من سنة تشوفه فيه كل العربيات وقفت فجأة فرحت ان ربنا ادالها فرصة تانية علشان تقابل حبها اللي كان من وراء الشبايك لما وصلت كل الركاب مستغربين شكلها بس هي مش هاممها دخلت عنده وقالت له انا اسمي كيم تونيان رادت على سؤاله اخيرا الوتوبيس اتحرك ولما كانت هتقع مسك ايديها علشان ما تقعش القدر جمحهم علشان هم شبه بعض ويقدروا يصندوا بعض ضد اسوة الحياة